سعد العميد ما هو الإجراء اليوم الذي ممكن أن تتخذه الأردن كل يوم نسمع عن حالة تهريب من الأراضي السورية أو عبر الحدود السورية ما هو الإجراء الذي ممكن أن تتخذه الأردن مساء الخير لكم ومساء الخير لقناتكم الموقرة إدارة وكوادر وشكرا على الاستضافة أهلا فيك كما تعلمين شهدت وتشهد الحدود الشمالية الشرقية لمملكة الأردنية الهاشمية في هذه الآونة حالها أشبه ما تكون بحالة الحرب والواقع أن ظاهرة التهريب من الجانب السوري عبر الحدود الشمالية الشرقية للأردن هي قديمة جديدة لكن بالسابق كانت تختلف في الشكل والمضمون عن ما هو موجود حاليا في السابق كانت عمليات محدودة وسائل عادية الكميات بسيطة والأهم من ذلك كله أن الهدف الأساس والرئيس من وراء هذه العمليات كان تحقيق الكسب والربح المادي الآن في مرحلة ما بعد الثورة وما بعد الحرب الأهلية السورية أصبحت الكميات كبيرة جدا أصبح هناك تطور في الوسائل والأساليب والأسلحة وأصبحت كميات كبيرة جدا وهذا يقود إلى سؤال كبير جدا ماذا تريد الجهات التي تدعم عمليات التهريب؟ بالنسبة للإجراء الأردني طبعا تم تعزيز الحدود الشمالية الشرقية بقوة بشرية كبيرة جدا وتم تعزيزها بأجهزة حديثة جدا تتمكن من خلالها من السيطرة الكاملة يعني الأردن في هذا السياق لجأ إلى الخيار الصفري وهو المنع المطلق لأي عملية تهريب من الجانب السوري إلى الحدود الأردنية وربما تم خياطة الحدود الأردنية السورية بحيث لا يمكن أن تتم أي عملية تهريب بدون اكتشافها حتى قبل أيام الأردن أعلنت عن ضبط شحنات جديدة ولكن حتى اليوم هناك إعلان أنه في شحنات متواصلة تأتي من الحدود نريد أن نعرف ما هو الإجراء اللي ممكن تتخذ الأردن لقطع هذه الحالة أو قطع هذا التهريب المخدرات إلى إراضيها ومن ثم إلى مساحة جغرافية أوسع الأردن في وضع المقاومة ومنع التهريب الذي يحدد أن يتم عمليات تهريب أو لا هو الجانب السوري هو الذي يدفع بمثل هذه العمليات لكن لغاية الآن لا تتم أي عملية لدخول المواد المخدرة عبر هذه الحدود إلا ويتم اكتشافها والتعامل معها وإحباطها والمضبوطات الموجودة وتشير إلى الكم الهائل من هذه المواد ما تم ضبطه في العام 2021 و2022 و2023 تجاوز الستين مليون حبة كيبتاقون خلال هذه المدة ترجمة نانسي قنقر